توقعات اقتصادية متشاملة في النمسا لعام 2024 رقود اقتصادي متوقع ونداءات لخفض تكاليف العمل حيث قال معهدا الاقتصاد النمساويان معروفان هنا بخبرتهم العريقة بصراحة في قراءة الاستطلاعات الاقتصادية معهدا فيفو وإيها اس الرائدان في مجال البحث في النمسا توقعاتهم لعام 2024 أن رقودا اقتصاديا بدلا من الانتعاش المتوقع سابقا حيث توقعوا في بداية العام أنه يوجد انتعاش اقتصادي أنه سيكون هناك انتعاش اقتصادي ولكن عادوا حساباتهم وقالوا أنه سيكون هناك رقودا اقتصاديا سيستمر على الاقل حتى نهاية هذا العام وقالوا أن هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل ارتفاع اسعار الفائدة في البنوك على القروض يؤثر سلبا على الاستثمارات وبناء المنازل ضعف قطاع البناء من التوقع ينكمش هذا القطاع خاصة في مجال بناء السكني وضعف الانتاج الصناعي حيث تؤدي اسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض الطلب على السلع الصناعية في جميع أنحاء اوروبا وفي نفس الوقت دعوا إلى تخفيض تكاليف العمل وجعل المواقع أكثر جاذبية للشركات حيث بعد الزيادات في الرواتب الأخيرة تصاعد تصاعد موضوع يعني موضوع التكاليف تكاليف العمل المواد الأولية تكاليف العمل تكاليف التأمين فهذا كله ينعكس سلبا فعليا على المشتري على المستهلك النهائي وغلاء المنتجات يعني وخبر أيضا يعني خبر آخر يذكر في نفس هذا المقام ارتفاع مخلق في حالات الإفلاس بالنمسا خلال الربع الأول من عام 2024 يعني ارتفعت الإفلاسات بنسبة 27% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يعني هذا تصاعد خطير بصراحة يعني على ما يبدو أن أصحاب الأعمال إن كانت الأعمال البسيطة وإن كانت الأعمال الكبيرة مع الأسف يعانون من هذه العوامل التي تؤدي للغلاء تؤدي لتراجع التضخم في النمسا إلى تباطئ النمو الاقتصادي كل هذه العوامل حيث 6200 حالة إفلاس على الأقل في عام 2024 نحن اليوم بجهر ثلاثة لحد الآن 6200 شركة معلنة إفلاسة يعني حجم الديون كان 992 مليون يورو حسب السفاو 1870 هذه هي فعليا الهيئة الخاصة أو المؤسسة الخاصة بتنظيم حالات الإفلاسة في النمسا فمن طرف ضعف الاقتصاد من طرف آخر زيادة التكاليف من طرف آخر يؤدي هذا إلى حالات إفلاسة بالتالي يعطالي عن العمل طبعا تقرير التراجع الاقتصادي التراجع عفوا النمو الاقتصادي اس وفي فؤاله بنفس الوقت أنه في نفس الوقت يوجد يعني نمو في فرص العمل المتاحة